اشتركوا في القناة وخلال هذا الفيديو سنقدم لكم اهم المعلومات عن كلب لابرادور افضل انواع الكلاب الالفة كلب لابرادور من انواع الكلاب التي تستجب بسهولة للتدريب وهذا هو السبب في كثير من الاحيان لاستخدامه ضمن الكلاب البوليسية او كذليل وكلب لابرادور من الكلاب المحبوبة للغاية ويرجع السبب انه من الحيوانات الويدية ويعيش كلب لابرادور ما بين 10 الى 12 عاما ويصل وزنه ما بين 25 الى 45 كيلو جرام اما عن ارتفاعه فيصل ارتفاع كتفه ما بين 55 الى 57 سنتيمترا نشأ كلب لابرادور في نيوفاوندلاند فكان في الاصل بصحبة رفاقه الصيادين في عرض البحر الكناضي البارد حتى نقله الى المملكة المنتحدة فكان هذا الكلب يحظى بشعبية كبيرة بين الصيادين ويستخدم كلب لابرادور اليوم في الجماريك ويستخدم في حماية الحدود مثل الكلاب البوليسية وهو مدرب على كشف الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد الكيميائية والمخدرات كما يستخدم كلب لابرادور اليوم ايضا في قوات الدفاع والشرطة من المعروف عن كلب لابرادور انه من الكلاب الذي تعمل كدليل وهو من الكلاب المساعد حيث يخضع لتدريب قوي جدا لكي يرافق المكفوفين او اي شخص لديه اعاقة حركية او الاشخاص المصابين بمرض ما على الرغم من المظهر الشرس المهيب الذي يتمتع به كلب لابرادور الى انه من الكلاب الالفة والودودة والتي تشعر بالوفاء الشديد تجاه اصحابها كما ان هذا الكلب يمتلب قدرة هائلة على التكيف مع غيره من الحيوانات وهو من انواع الكلاب المحبة للمياه والتي تفضل الصباحة واللهو بها ينصح بتمشيط فروي هذا الكلب شكل يومي بواسطة الفرشات لتجنب سقوطه وينبغي على المربي ان يوفر لكلب لابرادور نظام غذائي يتضمن انصري الزيوت والبروتين بنسبة عالية وذلك من اجل تدعم صحة بشرة وجلد هذا الكلب والحفاظ على شعره من التساقط كما يفضل تحميم هذا الكلب اسبوعيا اذا انه دائما ما يفضل قضاء وقته بين الوجب الاخضر مما يعرضه لالتقاط الروائح الكارهة ولتجنب اصابة الكلب بتهيج الجلد ينصح باختيار نوع شامبو خاص بالكلب وسلالة كلاب لابرادور كما باقي السلالات عرضة للاصابة بعدد من المشاكل الصحية من بينها الاصابة بتمزق الرباط الصليبي ونمو الكوع الشاذ حدوث تشوه بمفصل الفخض الاصابة بدمور الشبكية والسمنة اشتركوا في القناة